ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس استعرضت اللجنة نتائج عمال المراجعة فيما يختص بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع لها وفقت على تقنين أوضاع 180 كنيسة ومبنى تابعا ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعا